لقد عرف الحقيقة بشأن أزاد باران تحدثنا عن ألعاب حسن كان حسن قد جمع جهان وأزاد معا من ناحية حسن الذي نجح مع جهان لم يتمكن من تحقيق ما أراد مع آزاد لكن حسن لا يستسلم لقد اكتسب نفوذنا كبيرا لاستفزاز آزاد ولن يفوت هذه الفرصة فماذا ينتظرنا في الحلقة القادمة؟ استغرق الأمر عقل باران قبل الانتقال إلى حي الحسن القذرة دعونا نتحدث عما يحدث على جبهة باران وديلان هناك قابلتان شريرتان في القصر وكما تعلم فإن أحدهم حسن والآخر هو ديريا ديريا المستعدة لفعل أي شيء للحصول على باران بدأت ألعابها ومع ذلك فإن ديريا غير كفأة تماما في هذا الصدد بغض النظر عما فعله لهزيمة ديلان فقد انفجر كل شيء بين يديه الطريقة التي ينظر بها باران إلى ديلان هي ما سيدمر ديريا حقا لأن ديريا هي الشخص الوحيد الذي يرى الحقيقة في الوقت الحالي ما تراه ديريا هو التقارب الحقيقي بين باران وديلان وهذا التقارب يقترب كل يوم الأيدي تصفق معا على الطاولة جمال ديلان يشبه أميرة القصص الخيالية سوف ترى ديريا أنه بغض النظر عما تفعله فإنها لا تستطيع إيقاف هذا الحب حسن فجر القنبلة وعلى الجانب الآخر حسن لا يتوقف حسن الذي أراد قلب آزاد ضد باران واجه إجابة غير متوقعة كانت هذه الإجابة أن أزاد رأى باران رئيسا لهذا القصر مهما حدث لكن ما يقوله حسن هذه المرة قد يزعزع هذا الوضع بالطبع لكم جميعا تخمين ما هو هذا هذه هي التضحيات الحقيقية التي قدمها باران من أجل قط وحادثة التبرع بالدم التي حاول باران إخفاءها عن الجميع وحذر باران ديلان بشدة من هذا الأمر لكن الحسن هو الشيطان نفسه وليس هناك شيء لا يستطيع تعلمه وبطبيعة الحال سوف يكون أزاد في صدمة كبيرة عندما يواجه هذا الوضع ما سيفعله أزاد هو مسألة فضول تخميننا هو أن أزاد سوف يتسامح مع هذا الوضع في الوقت الحالي لكن حسن أشعل الشرارة مرة واحدة ويبدو أن الحريق الذي سيندلع في الحلقة القادمة سيبتلع القصر بأكمله باران سيكون في وضع صعب للغاية سوف أزاد تغيير الجانبين عروسة ديلان التوتر بين ديلان وباران لم ينتهي بعد جهان الرجل القوي في سلسلتنا ينتظر أن ينفجر مثل رصاصة في برميل على الرغم من أن باران يحاول إرشاد أخيه وإيقافه إلا أن مسار جهان خطير للغاية فماذا ينتظرنا في الحلقة القادمة؟ هل باران شخص جيد؟ الدم الذي أعطاه باران لجودة أربكا ديلان كثيرا رأى ديلان الذي طردته عائلته أن الشخص الوحيد الذي يهتم به هو باران وهذا تطور مهم للغاية لكن ديلان ليس على علم بعد بنوايا باران الطيبة ومع ذلك في الحلقات القادمة سيواجه ديلان هذه الحقيقة مرة أخرى هذا الوضع مهم جدا جدا وفي الواقع فإن تشكيك ديلان في هذا الموقف دليل على أنه سيرى الحقيقة عجلا أم أجلا باران حذر للغاية بشأن كل هذه الحقائق لأن إنقاذ حياة أعدائه اللدودين ومعرفة أنه تبرع بالدم لجودة يمكن أن يسبب فوضى كبيرة باران يحذر ديلان بقصوة ويطلب منه التزام الصمت بشأن هذه القضية حسن إذا اكتشف الشيطان ذلك فقد يؤدي ذلك إلى خطة من شأنها أن تهز قوة باران سوف يستمع ديلان بالطبع إلى كلمات باران في هذا الشأن ومع ذلك لا يوجد سر على وجه الأرض يمكن أن يظل مخفيا مدى الحياة قد يسبب هذا الموقف مشاكل كبيرة بين ديلان وباران الوجه الحقيقي لأزادي على الرغم من أن الأمور معقدة بين باران وديلان في الوقت الحالي إلا أن الأحداث الغريبة تستمر في الحدوث على الجانب الآخر خاصة أزاد أربك الناس كثيرا وفي مقاومة أساليب حسن الخبيثة أظهرت آزاد بوضوح أنها تحترم قرارات أبنها حتى لو كانت خاطئة سيكون هذا الموقف الجيد لآزاد صحيحا بنفس الطريقة فيما يتعلق باء ديلان نعم ديلان هو أفضل منهم وفقا للتقاليد يجب أن ينتهي عمله لكن إذا كان باران لا يريد هذا فلن يحدث هذا على الرغم من أن آزاد تعامل ديلان بشكل سيء في كل فرصة إلا أنها امرأة تعرف حدودها جيدا ديلان هي عروسه مهما حدث أي أرض تحرث باسمه أو أي احتقار له فهو بحق عائلة كارابي وتماشيا مع هذه الفكرة سيقوم أزاد بحماية ديلان في الخلفية في واقع الأمر سنرى المزيد من هذا الجانب من أزاد في توقعاتنا للحلقة القادمة قد يؤدي هذا الوضع أيضا إلى وضع أزاد عند نقطة الهدف قد يخطط حسن وخادمه فرات للقضاء عليه دعونا نرى ماذا سيحدث أيضا في المسلسل حيث تستمر الإثارة بأقصى سرعة في كل حلقة لقد عرف الحقيقة بشأن أزاد باران تحدثنا عن ألعاب حسن كان حسن قد جمع جهان وأزاد معا من ناحية حسن الذي نجح مع جهان لم يتمكن من تحقيق ما أراد مع آزاد لكن حسن لا يستسلم لقد اكتسب نفوذنا كبيرا لاستفزاز آزاد ولن يفوت هذه الفرصة فماذا ينتظرنا في الحلقة القادمة؟ استغرق الأمر عقل باران قبل الانتقال إلى حي الحسن القذرة دعونا نتحدث عما يحدث على جبهة باران وديلان هناك قابلتان شريرتان في القصر وكما تعلم فإن أحدهم حسن والآخر هو ديريا ديريا المستعدة لفعل أي شيء للحصول على باران بدأت ألعابها ومع ذلك فإن ديريا غير كفأة تماما في هذا الصدد بغض النظر عما فعله لهزيمة ديلان فقد انفجر كل شيء بين يديه الطريقة التي ينظر بها باران إلى ديلان هي ما سيدمر ديريا حقا لأن ديريا هي الشخص الوحيد الذي يرى الحقيقة في الوقت الحالي ما تراه ديريا هو التقارب الحقيقي بين باران وديلان وهذا التقارب يقترب كل يوم الأيدي تصفق معا على الطاولة جمال ديلان يشبه أميرة القصص الخيالية سوف ترى ديريا أنه بغض النظر عما تفعله فإنها لا تستطيع إيقاف هذا الحب حسن فجر القنبلة وعلى الجانب الآخر حسن لا يتوقف حسن الذي أراد قلب آزاد ضد باران واجه إجابة غير متوقعة كانت هذه الإجابة أن أزاد رأى باران رئيسا لهذا القصر مهما حدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر